تدرستم الوضعية في الأسواق المغربية يوم الخميس في المجلس الحكومي ما هي الحالة الآن؟ أولا سيد الوزير بحسب عرض سيد الوزير المتدبر لدى سيد وزير الداخلية أولا تم توقف عند وضعية توفير الحاجيات وضمان تموين كافي للسوق وفعلا العملية السباقية التي تمت خاصة طيلة شهر ونصف قبل حلول شهر رمضان الأبرك مكنت من ضمان حاجية السوق الوطنية النقطة الثانية تتعلق بالأسعار حيث كانت الأسعار في المستوى العام العادي سجلت ارتفاعات في بعض المواد بشكل محدودة خاصة البصال الطمطيم ولكن كانت ارتفاعات ضرفية ثم من بعد بدأ التتراجع نسبيا أيضا تم تكتيف عمليات المراقبة وكانت تعبئة على المستوى المركزي ومستوى الوطني بانخراط مختلف المؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية وهذا الغرض نظمت عمليات مراقبة مكثفة شهر وأسبوع قبل رمضان أي من بداية أبريل إلى غاية استامي كانت هناك 16 ألف عمليات مراقبة تم حجز 100 طن من المواد الغير الصالحة وتم تحرير أزيد من 500 محضر ضمنها 290 محضر على المواد يهم المخالفات مقتضاية القانونية المتعلقة بحماية المستهلك أو حرية الأسعار المنافسة بعد ذلك في 8 أيام الأولى من شهر رمضان تم القيام بأزيد من 11 ألف عمليات مراقبة تم حجز 60 طن فضلا عن تحرير أزيد من 300 محضر مخالفة الحكومة يعني معبئة بحيث لا تساهل ولا تسامح ولا تغاضي عن أي مخالفة هذه التوجهات التي أعطيت تعبئة على المستوى أحدثت لجان إقليمية والعمريات المراقبة ستتواصل طيلة هذا الشهر في نفس الوقت وهذه النقطة الرابعة تم هذه السنة إعادة إطلاق الرقم الأخضر 57-57 وحصيلة الأسبوع الأول كانت أزيد من ألف مكالمة تم تلقيها وهنا لا بد من التأكيد على أن الحكومة اليوم في العرض سيد الوزير وفي النقاش أكدت على ضرورة تشجيع المواطنين والمواطنات على استعمال هذا الخط الهاتفي للتبليغ على الحالات لأن هناك منظومة لوجيستيكية وإمكانية بشرية مرصودة من أجل التدخل في الحين الحمد لله العملية السباقية هذه السنة مكنت من تجاوز عدد من الإشكاليات وإن شاء الله ستتواصل هذه العملية المراقبة طيلة الأسبوع الثلاث هناك مرسوم آخر في ما يخص التربية الوطنية تم المصدقة هذه ودحنا هذا المرسوم اليوم حدد جد هام لأنه لأول مرة الحكومة تعتمد مرسوم ينظم ما يهم الإطعام المدرسي وما يتعلق بالإيواء خاصة دور الطالب والطالباء في العالم القاروي الميزانية المرصودة بناءا لهذا السنة عرفت تحول كبير كانت هناك توجيهات ملكية سامية في خطاب العرش من أجل مضاعفة مجهود محاربة لهضر المدرسي من نتائج ذلك اليوم رفع هذه الميزانية من مليار درهم إلى مليار ونصف درهم أي بزيادة خمسين في المئة وذلك لفائدة مليون ومئة ألف تلمت وهو مجهود اجتماعي دال الحكومة الحمد لله اليوم عاملت على إرثاء منظومته القانونية من أجل استدامته وإرساء مزيد من الشفافة والفعالية فيه